بسم الله الرحمن الرحيم التمسيح لها عالم عجيب وغريب خاص بها بيعيش في المية وعلى الارض يعني من البر مائيات موجودين في كل قرات العالم مع عدة قرات اوروبا وبيعيشوا ويحبوا عيشوا قوي في المية العزبة او على الارض الراطبة اللي على جوانب الانهار والبحيرات التمسيح بارعا 14 نوع وفصيلة وبيعيشوا من 35 سنة لحد 75 سنة كمان بيختلفوا في الاحجام يعني فيه التمسيح الاقزام طولهم بيبقى في حدود متر ونص والوزن ما بين 18 و 32 كيلو جرام بس اما التمسيح الضخمة فممكن التمسيح منهم يوصل ل7 متر في الطول ووزنه يوصل ل1000 او 1200 كيلو جرام فيه تعبير من زمان بيتقال على اللي بيعيط ودموعه بتنزل وهو في واقع الامر كداب او مش امين او من الاخر يعني كده بيمثل وده طبعا لاي سبب ولاي غرض الدموع دي بيتقال عليها دموع التمسيح وده لان التمسيح لما بيكون منهمك في اكل الضحية بتاعته فعلا عينيه بتنزل مية يعني كأنه بيبكي رحمة واشفاق على الضحية انما الحقيقة دي مسألة بيولوجية باحتة يعني لا هي رحمة ولا شافقة ولا التمسيح صعبان عليها او اللي بيحصل للفريسة اللي بتتقطع بكل قوة وشراصة وكمان بكل استمتاع التمسيح فيها لنشاطه بيكون بالنهار وفيها لنشاطه بيكون في الليل انما غالبا عملية الصيد بتبقى اثناء الليل اللي تمسح سياد مهر جدا وبيساعده على كده ان نظره قوي جدا وحاست السمع كمان عنده اكتر من ممتازة اللي تمسيح طبعها فيه المكر والدهاء والعدوانية والشراسة والعنف وتحب تعمل كمين وتفضل مستنية فيه لحد الضحية بتيجي برجليها قريب منه وهو بدون صوت ولا حركة على الإطلاق عمل ميت يعني وفي لمح البصر تكون الضحية بين أثنان التمساح لأقدارها المحتوم مش عايزة كلام التمساح من أكلي اللحوم يعني بياكل اللحوم بس مش نباتات يعني أي حيانات قدام مقشود نمور حمير بقر وجموش اللي يقع تحت إيده الراجل حقيقة بيبقى قنوع وراضي باسمته وبتبقى نفسه مفتوحة على أي حاجة تانية يعني ما فيش منع من أكل الطيور والأسماك وأي زواحف وأي حيوان صغير يكون تايه أو مش واخد باله لما الضحية يكون صغيرة بيحطها مرة واحدة ببقوا ويبلعها كلها على بعضها إنما مع الحيوانات الكبيرة بيمسك الضحية بكل قوة ببقوا ويعدي مرجح فيها ويطوحها ويلفاش ملوي من وفوق وتحت لحد الفريسة ما تبقاش عارفة هي فين ولا إيه اللي بيحصل لها ولا كمان عارفة نهات المخمضة دي هتنتهي إمتى ولا هتنتهي على إيه بعد كده التمساح بيأخذ الضحية الدايخة دي تحت المية ويفصل نصها التحتاني علشان تبقى مسألة الأكل والبالة أسهل شوية بالنسبة له التمساح بيبلع الزلط والسخور الصغيرة علشان تساعده في طحن الأكل اللي بيأكله واللي غالبا بيكون فيها عضم كتير وحوافر وأجزاء كتيرة بتبقى صعبة في العضم التمساح بققوا فيه من 60 ل110 من الأسنان القوية ولما سنة من دول بتقع بيبقى مكانها دايما فيه سنة صغيرة تجبر وتحل محل الوقات علشان كده التمساح بيبدل الأسنان كلها 50 مرة خلال فترة حياته عضة التمساح قوية جدا وقوة الضغط بتاع العضة دي بيوصل لـ 250 كيلو جرام على البوس المربعة يعني أقوى من عدة أكبر وأضخم أسماك القرش بعشر مرات وأقوى من عدة الإنسان بخمسين مرة القوة دي بتخليه هو الكائن والمخلوق الوحيد اللي يقدر يكسر الصدفة بتاعة السلاحف ويبلعها ويهدمها بألف هنوشفها درجة الحمودة كمان في معدة التمساح عالية جدا برضو علشان يقدر يدوب ويحلل أي جزء من أجزاء الضحية مهما كانت صعبة أو ناشفة أو صلبة لما يكون رزق التمساح واسع والأشية معدن معاه يقدر يأكل حوالي 1250 كيلو جرام كل أسبوع إنما منحة تانية عنده القدرة إنه يصوم عن الأكل تماما لأكتر من سنة كاملة في الأوقات اللي استطفى بيبقى يعني شبه منعدم أو الرزق محدود وصعب بالنسبة له التمساح سباح مهر جدا وسرعته بتوصل لـ 35 كيلو متر في الساعة إنما بطيء على الأرض سرعته على الأرض ما بتتعداش 17 كيلو متر في الساعة وكمان لمسافات قصيرة مش طويلة وده السبب إنه بيحب يعيش في المية أو قريب منها خاصة إنه بقى ممكن يغطس في تحت المية ساعة كاملة بدون تنفس التمساح ممكن ينام بعين مفتوحة والتانية مقفولة وده في حد ذاته شيء يعني محير يعني نايم ولا صاحي ولا إحكايته وده برضو أسلوب من أساليب المكر والخداع بتاعته التمساح ما بيعرقش وعلشان يتخلص من الحرارة اللي في جسمه ويبرد نفسه بيفتح بقع الآخر يعني بقى رهيب زي ده مفتوح والأسنان كلها بينة وعين مقفولة وعين مفتوحة يعني بصراحة كده رعب ورهبة مفيش بعد كده التمسيح على مستوى العالم بتقتل حوالي ألف إنسان وتاكلوا كل سنة أغلبهم الحقيقة بيبقى في قرة أفريقيا أنسة التمساح لازم تعمل عش تحت الأرض علشان تدفن في البيت بتاعها البيت ده بيكون في حدود بين 10 بيضات ل60 بيضة حسب نوع وفصيلة الأنسة وده بيحصل مرة واحدة كل سنة بين شهر نوفمبر وشهر مارس الأنسة بتفضل قريبة من البيت بتاعها علشان تحميه من أي أعداء البيت بيفس بعد 80 أو 90 يوم الأنسة بتاخد ولادها اللي تلعو دول في بقاها وتروح بيهم لحد المياه العجيب في الأمر ده أن درجة حرارة العش اللي هيتحطي في البيت بتحدد إلى درجة كبيرة الموليد هتكون من الزكور ولا من الإناس على الرغم من قوة وشراصة وعنف التمسيح إلا أن الإنسان برضه بزكاءه وقدراته قدر يصطاد التمسيح أكبر تمساح الإنسان قدر يصطاده كان في الفلبين التمساح ده كان طوله 26 من 10 متر ووزنه 1075 كيلو جرام على أي حال يعني ده خلق من مخلوقات الله سبحانه وتعالى مخلوق للصفات والطباعة الخاصة به وليه مميزاته وعيوبه يعني زيه زي أي مخلوق تاني على وجه الكرة الأرضية وكله الميسر لما خلق له وشكرا والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته